بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدام ما زلنا يوم السبت عندنا هو يوم أصحاب السعادة يوم أصحاب الهنى يوم أصحاب النعمة نعمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة يوم السبت هو اليوم اللي احنا فيه بدأنا مشروع مهم نحاول فيه أن احنا نعمل حاجة جديدة اسمها التمهير الزواجي أن احنا نكسب الأزواج مهارات زوجية تكون من شأنها إذا هم عاشوها واستخدموها توصلهم إلى السعادة بكفاءة وفعلية مش بس كده تكون دوات نوع من أنواع إكمال مكان يجب أن يكون أو المساعدة على أن الناس تكون محققة لقوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباقة فليتزوج وهو التمهير الزواجي انتهينا من الكلام عن مهارة التأمين الزواجي والنهاردة بنكمل الكلام عن مهارة الاهتمام الزواجي واذا كانوا شوية إجراءات وشوية بروسس سيرورة إزاي نحقق حالة الاهتمام الزواجي والنهاردة هنقف عند حاجة مهمة جدا 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 في مسألة الاهتمام الزواجي كل الناس بتقول إزاي أحس الشرك حياتي أو زوجتي بالاهتمام بتبقى حاجة صعبة معضلة اللي أنا بقوله ده وإن كان ده الإجراء التالت وإن كان ده المهارة التالتة من مهارات الاهتمام الزواجي لكنها أستطيع أن أقول لكم مهارة في صلب وعين الاهتمام الزواجي اللي هي مهارة إيه؟ مهارة إنت إزاي توصل لشريك حياتك سواء كان الزوج أو الزوجة إزاي توصل لزوجك الأولوية في الحياة؟ إزاي تحسسه وتأكد له أنه هو أولوية في حياتك؟ لأن في حاجة مهمة قد يكون كتير مننا ما يعرفوهاش وإن الأسرة أساسها الزوج والزوجة وإن الأولاد نعمة إضافية ربنا سبحانه وتعالى بيمن بيها على الأسرة بس مش هي الأساس الأساس الزوج والزوجة لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فالزواج بيبتدي بالزوج والزوجة وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يمنى عليهم ويرزقهم الزرية أو على فكرة ممكن ما يرزقهمش فهل الزوجين اللي ربنا سبحانه وتعالى مدى لهمش أولاد يبقوا كده مش عايشين في أسرة ومش عايشين في نعمة ربنا أبدا طبعا أكيد هم عايشين في نعمة ربنا طب ليه بنقولي الكلام ده عشان نأكد على معنى مهم جدا وهو أن الزوج لابد أن يكون له الأولوية في حياة زوجته والزوجة لابد أن تكون لها الأولوية كمان في حياة زوجها نوع بس شوي هل ده معناه أن احنا بنهم للأولاد بالعكس أنا عايز أقولكم اكتشاف عجيب وأبحاث بتقول كده أن الانسجام والحب ما بين الزوجين بينعكس على الأولاد وبيطلعهم أسوياء وبيطلعهم كمان في حالة من حالات الرقي النفسي ويقدروا يدبروا علاقتهم بشكل سليم ويعيشوا مع بعض بشكل صحيح يعني الأبحاث بتقول كلما كان الزوجين في حالة هؤام واتفاقه وخاصة عن طريق أن كل واحد فيهم حاسس أنه أولوية في حياة التاني كلما ازداد الأولاد استقراراً وكلما الأولاد اكتسبوا الصمود النفسي معقولة؟ يعني احنا وبنعمل أن بنخلي أولادنا هم مصدر الاهتمام في الجواز ونبتدي نهمل بعض هل ده معناه أن احنا بنفسد حياة أولادنا الإجابة نعم وعشان كده كلنا شفنا لما الزوج تهمله زوجته بحجة دعايتها للأولاد بيحصل إيه؟ بيحصل تشتت الأسرة والناس تنقسم إلى فريقين وإلى معسكرين ولما الزوج بيقرر أنه يدور بقى على حد تاني يرعيه وكمان يديره احتياجات من الحب وساعة يدلعه ويحصل الاهتمام فيروح ببعض الأحيان للعلاقات المحرمة أو يحاول هو يقول أنا عايزة أمشي مع الشرع فيتجوز على مراته ويهم البيته وزوجته وأولاده والآن ده هم اللي بتفعوه التمن بالمناسبة من إهمال وضياع وتشوه لسورة الأهل في عينهم وكره للجواز بشكل كبير جدا 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 حتى إحنا بنشوف العزوف عن الزواج الكتير دلوقتي ولذلك فكرة إن إحنا إزاي نعيش إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان حاطت السيدة عائشة من أولوياته حاطت السيدة خديجة من أولوياته إزاي يسألوه من أحب الناس إليك يا رسول الله يقول عائشة يقول ليس عن هذا نسألك نسألك عن الرجال فقال أبوها طب ده يوصل للسيدة عائشة إيه؟ إن هي أولوية في حياته والحقيقة ما فيش إهمال للزوج أو للزوجة بحجة الأولاد أو الشغل حتى دايماً بيكون فيه سبب وراء الإهمال المعلل أو المبرر بالاهتمام بالأولاد أو الانشغال بأعباء الشغل أو البيت في الغالب بيكون فيه مشاكل بين الزوجين مستخبية وإحنا بنحاول نغطى عليها تحت دافع إحنا عايزين نحافظ على شكل الأسرة إحنا مش عايزين نوسع الهوة لكن بنخب ده ولا هذي النوعية من الإيه؟ من المشكلات وهو نوع من أنواع الانفصال العاطفي بمناسبة عشان كده بيهربوا من علاقتهم وبعض بينهم ينشغلوا في شيء تاني طب إحنا مش عايزين نمشي في طريق إن إحنا بنعرض مشكلة إحنا عايزين نمشي في طريق إن إحنا بنعمل نوع من أنواع المهارة بس المهارة وإحنا بنتكلم عنها لازم نتكلم على فقد المهارة في بعض الأحيان بيوصلنا لفين عشان نولد لدى الناس تحفيز ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما تكلم من استطاع منكم البقى فأتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصيام طب هل إحنا بنقول إن البيت والأولاد ما لهمش مسؤوليات كبيرة أو إن الشغل مش بياخد معظم وقته الزوج عشان يقدر يكفي بيته لأ ما بنقولش كده خالص لكن بنقول حاجة تانية فكرة تانية مهمة إن وجود المسؤوليات دي لازم نتقدرها بقدرها وما تسرحش على إن هي تخفي أولوية الأزواج في حياتنا طب إزاي نحافظ على أولوية الأزواج في حياتنا في وسائل كتيرة منها أربع وسائل أول حاجة التفقد على مدار اليوم بالمكالمات والرسائل شوفوا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أنا جبت الكلام ده منين شوفوا السيدة عائشة صحية مرة فيقول إيه فقدت رسول الله ذات ليلة يعني إيه اللي حاصل يعني إيه واضح إن هي كل شوية بتصحى وإيه اللي حاصل وتطمأن على وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفقد شريك الحياة وتفقد الزوج والزوجة شيء مهم جدا فلازم نتفقد شريك الحياة برسائل ممكن نبعث رسائل للزوج رسالة اطمأنان عليه لما يوصل شغله أو نسأله هو النهاردة عنكل إيه الحاجات دي مهمة على قد صغرها بتدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يرقى أخاه بواجه انطلق ولا تحقر زوجته شيئا ولو أن ترسل رسالة لزوجها ده شيء مهم جدا أو تدعينه ربنا سبحانه وتعالى يوسع رزقه ويسر أموره وينجحه في الاجتماع اللي عنده النهاردة أو في المقابلة اللي عنده النهاردة ونفس الحكاية في الزوج يقدر يسل لها رسالة يقول لها أنا عارف أن النهاردة وراكي حاجات كتيرة ربنا معاكي وقلبي معاكي يبقى إيه اللي هيحصل؟ الرسالة دي هيكون من شأنها إيه؟ من شأنها أن هي تطمن من شأنها أن هي تحس أن فيه حد معاها وسند وجنبها فتحس بالاهتمام وهو كمان يحس بالاهتمام وكنا زمان عندنا شوية حاجات إحنا دايماً عايز أقول لكم حاجة دايماً الأولاد بيبقوا إما مكان للعراق أو مكان لبيان المواد ده بشكل واضح فكنا زمان مثلاً إحنا وراجعين نجيب للأولاد حاجات لطيفة أو نجيب فاكهة للبيت أو أول ما ندخل نحتضن الأولاد ونظهر شؤنا لزوجتي والأولادي وزيك من الحاجات المهمة جداً 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 إن عند العودة يبقى العودة فيها شيء من البهجة الحاجة الثانية اللي إحنا ممكن نعملها إشراك الزوجين بعضهم في أي حدث مهم في حياتهم قبل أي حد فاكرين السيد تقول ده أنا عرفت من برة والزوج يقول أنا عرفت من برة فيبقى هنا إنه هو مش أولوية إيه ده؟ ما لي الأولوية بإنه هو أبلغه بالحاجة لا 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 ده الاهتمام بيظهر إن الشخص ده أول ما بفكر في الحاجة بفكر فيه هو ساعتها يحس بإنه إيه؟ مهم يعني لو تعرض على الزوج مثلاً شغل جديد مثلاً هتبقى الزوجة سعيدة جداً جداً وتحس بأولويتها لو كانت هي أول حد يعرف الحكاية دي وأول واحدة ياخد رأيها يعني هي تحس بإن هي حاسس باهتمامها ولو عايزة هي تأمين مشروع بسيط مثلاً هيبقى برافو عليها لو إن هي قبل ما تدخل في المشروع ده كلمت زوكا وخدت رأيه لإن دواتها هيحسسه بإنه هو مهم مش إنه هي بعد ما تعمل المشروع تقوله والله أنا عملت كذا كذا وصلت الحاجة دي يبقى لازم الاتنين يتعلموا يفكروا كأنهم كان واحد وهذا اللي بيخليهم يخرجوا من الأنا إلى النحن ساعتها هيبقوا مع بعض وساعتها الاتنين هيحسوا بالأهمية في الأمور الخاصة كمان بالأولاد لازم يكبر كل واحد فينهم من شركة الحياة فدايماً الزوجة يقول لهم الزوجة مثلاً تقول لأولادة إيه لما ييجي بابا لما ييجي بابا ناكل لما ييجي بابا ناخد رأيه نستنى لما يرجع بابا وناخد نتشاور معاه وهو كمان يقول لهم ماما لو مش موافقة أنا مش موافقة يبقى إيه اللي حاصل يبقى اسمعوا كلام ماما وما تتعبوهاش تعالوا كلنا نحضر الأكل مع ماما شايفين الحاجات الصغيرة دي كلها دخلة فيه واللقمة ترفعها إلى فيه زوجتك صدقة صدقة تحسسك بأن أنت مش مهمل ولا مهمش يبقى كل كلام الإيجابي ده في حق الزوج أو الزوجة بيخلي الحياة مع الأولاد هم حسين بضرورة وجود الزوج والزوجة في حياتهم فيحسوا بأن كل واحد مهم لأنه بكده نكون إحنا لتنين واحدة ونكون كيان واحد وإحنا بالرب الأولاد مش كل واحد ماشي في اتجاه وباستمرار يكون ظاهر مدى أهمية شريك الحياة والزوجة في حضوف أي موضوع يتخطص بالأولاد رابع حاجة الاهتمام بجودة الوقت اللي بنقضيه مع بعض يعني لما نجي نقعد مع بعض نقعد وقت محترم الوقت فيه إن الزوج قفل التليفون واحد يتكلم مع زوجته ومالي البيت بهجة ومرح مش الشوية اللي عنقعده مع بعض تبقى شوية نكد وأعباء وهي لما تشوفوا كل شوية ما عندهاش غير طلبات 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 لازم الوقت ده يكون وقت فيه جودة لما يحس الشخص إن هو فيه حد مهتم بيه عارفين إيه اللي بيخلي الأزواج يزعله لما زوجته بأول ما تقبلهم كده تقبلهم بالطلبات عارفين إيه يحس إن إيه مش مهتمية بيه ما فكرتش فيه هو بيقول كده بيقول هي ما فكرتش فيه ما فكرتش في تعبي ما فكرتش في إن أنا محتاج الاحتضان ولذلك السيدة عايشة تقول ما قبض رسول الله إلا وهو بين صدري ونحري يبقى في الأوقات اللي زي دي الزوج محتاج احتضان ومحتاج نوع من أنواع الحنان زي ما الزوجة بالفعل كمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تتوجع السيدة عايشة فيقول هي تقول ورأسا بل يقول بل أنا ورأسا يا عايشة يبقى إيه اللي حاصل يبقى في الأوقات اللي زي دي لما بنحس إن الوقت ده وقت مليء بالاهتمام وقت مليء بالإقبال وقت مليء بإرادة الإسعاد ويا سلام لما ييجي يفكرها بالحاجة الحلوة اللي كانت الزكرة الحلوة اللي كانت بينهم ويتقوله يا إنت لسه فاكر يا سلام بتحس هي بالاهتمام في حد فاكر التفاصيل الحلوة اللي بينهم مش لما يعودوا يجيبوا من الماضي أسوأ ما فيه لا كمان إجراء مهم عشان الاهتمام وإن هو أولوية يحسسها أن الماضي اللي هو فاكره وإن هي الماضي اللي هي فاكره هو الماضي السعيد مش الماضي المليء بالألم والجراح وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل خيراً أو ليصمو لو مش عجيب مش ععرف أجيب من الماضي حاجات حلوة ماستدعيش الماضي وفيه إجراءات بقى زي ما احنا قلنا الإجراءات دي الإجراءات دي تخلي الواحد يحس دايماً بالاهتمام إرسال الرسائل أو المكالمات ومش لازم يعني أنا أكلمه يبقى لازم أحلوح لغاية ما يرد لا هو لما يشوف مكالمتي وأنا لو ما ردش علي أبعاد لرسالة كنت بتطمن عليك يا حبيبي بس كنت بتطمن عليك الحمد لله إن شاء الله تكون كويسة لما تفضي بكالمين أتطمن عليك بس كلام في غاية الاحترام كلام بينفذ سنة رسول الله سيسلف كلام بينفذ يحسس شخص قدامك بأنه هو نعمة ولازم نختار الأسماء اللي بتحسس تاني حاجة عشان يحسن أولوية لازم تحسسه تنادي بإسم كل واحد فيكم ينادي تاني بإسم يختار لكل واحد إسم يحسسه بإنه هو من غيره حياته يحصل لها نوع كبير من الخلل يعني إيه اللي حاصل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما ينادي على السيدة عائشة يدللها بس أهم حاجة إنه هو سمها أحب الناس إلي تجد في بعض الأحيين الزوجات تعمل إيه تروح نسمي زوجة مثلا على التليفون إيه أبو الولاد طب أبو الولاد ما هو عايز يحس إنه مهم يعني الأولاد لما يتجاوزهم شي يبقى هو موجود في الحياة أو الأولاد لو هو غاب وما يبقاش موجود في الحياة لازم تسميه إسم وتناديه بإسم يحسسه بالأهمية وهي لازم كمان هو يناديها بإسم يحسسها بأهميته بالنسبة لها الحاجات دي ما حاجات من الصغيرة الحاجات دي دي اللي بتقع في يمين الرحمن قبل ما تقع في أذن زوجتك وقبل ما تقع في قلب جوزك هو ده اللي بيخلي الحب يبقى موجود لازم كمان يبقى عندنا تالت حاجة تالت إجراء لازم يبقى عندنا وقت خاص على أقل نصف ساعة نصف ساعة نتكلم فيه عن المستقبل والسعادة كل ما نتكلم عن المستقبل والسعادة كل ما الحياة بتتسع وكل ما نخرج من دقنا إلى ساعة التعاون مع الله سبحانه وتعالى الإجراء الرابع والمهم إن احنا لازم نتعاود إن احنا نخرج مع بعض لوحدنا 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 نخرج مع بعض زي ما رسول الله صالم قد يسابق السيدة عائشة بتحس إن هي لها وقتها لها خصوصيتها عارف أقول لكم حاجة أسوأ حاجة ممكن يحس بيها الزوج والزوجة إنه وتيه في وسط الأولاد إنه وتيه في وسط البيت إنه يتيه في وسط البيت لكن لما بتخصص الوقت يعمل الحاجات اللي هو بيحبها أو تعمله مع بعض الحاجات اللي بتحبوها ساعتها هحس كل واحد فيكم إنه هو في أولويات شريك حياته آخر إجراء لازم نعمله مهمة أوي 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 بلاش المقارنات مع الأهل وبلاش لما ييجي الزوج يحسس الزوجة بإنه هو برب والديه لازم يحسسها لازم يتكلم عن أهله في مقارنة بيها أنا أهلي مفيش حد قبلهم يا أخي ما أنت ممكن تقول الكلام ده في قلبك مش لازم تقول له زوجتك طب ومدي مش حية يا سيدي هو هو لا أنت لازم تقول كل حاجة ما الكلبة الطيبة صدقة ده يوجعها أنت لازم تقوليله أنا أخويا هو الراجل الوحيد اللي واقف في ظهري ليه يا بنت الحلال بتقول له كده يبقى لازم وإحنا بنتكلم عن الأهل نتجنب المقارنة ويا حبزة لو أن كلامنا عن الأهل يبقى مع الأهل لكن كلامنا مع بعضنا أن كل واحد فينا هو رقم واحد في حياته ربنا سبحانه وتعالى لما ربط من مليل الاثنين وجعلهم نفس واحدة جعلهم نفس واحدة عشان كل واحد فيهم لما ييجي يبص يبص على زوجه سواء جنزوجته أو زوجها أولا لأن دوة أول حد تتسيقل عنه وأول حد يتسيقل عنها يوم القيامة يا رب خليناها قوية ورزقنا مددك يا رب عشان نقدر نكون أهل أن احنا نحسس أهلنا أزواجنا وزوجاتنا بأن هم رقم واحد في حياتنا مش عشان احنا ملناش علاقات غيرهم لا عشان انت يا مولانا وصتنا بيهم وأمرتنا أن أول حد ننظر إليه وننظر إلى سعادته هم أقرب الناس إلينا وهم اللي بيعيشوا معنا كل حياتنا بأكملها وهم أزواجنا وزوجاتنا جعلنا يا رب دايما نجبر خواطر أزواجنا وكل من يشاركنا في بيتنا نجبر خاطرهم بأن هم محل أولوية ومحل اهتمام لأن ده هو اللي بيجرب النور والبركة للبيوت كريمنا يا رب وجعلنا من أهل هذا النور ومن أهل هذه البركة ترجمة نانسي قنقر